أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك غليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسولهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويالله بما يعملون محيطا وإذ زين لهم الشيطان أعملهم وقال لا غالب لكم من الناس فلما تراءت الفئتان نقص على عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول منافكون والذين في قلوبهم مرض غرها أولئي دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو تراءت يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو تراءت يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريقة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قابلهم كذبوا بآيات كذا بآل فرعون والذين من قابلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم كذا بآل فرعون والذين من قابلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا ظلموا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباة الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنسكوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر